بخصوص القرآن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تكون مقامة بكل من الولايات المتحدة وكندا وكذلك المكسيك التي عرفت الإشادة بالمنتخب الوطني المغربي والإنجاز التاريخي الذي حققه في قطر في كأس العالم 2022 والتي تعتبر هذا تشريف كبير للوطن العربي بصفة عامة والمغاربة بصفة خاصة القرآن اللي حطت المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الخامسة مع كل من زامبيا، الكونغو، طنزانيا، نيجيريا وكذلك إيتيريا فهذا المجموعة هذه نقدرون أن نقولوا لها بلرة مجموعة صعبة وأننا نخصنا أن نأخذ كل مباراة نعطيها لحق جالها وأننا نحق رتشي منتخب ويجب الاستعداد لكل مباراة نعطيها لحق جالها وليد الرقراغي واعي بالمسؤولية لموضوع العتق جياله وخصصا بعد الإنجاز لحققه المنتخب الوطني المغربي يعني كان وعد الضغط كبير أنه يحقق نتائج وكذلك خصو أنه يتأهل لكأس العالم 2022 ونتمنى التوفيق لمنتخب الوطني والله ولي التوفيق نسبة القرعة للمنتخب المغربي الكأس العالم 2026 فتلاحظوا بأنه هي قرعة نسبيا متوازنة نقدروا نقول بأنها سلاحدوا حدين لأنه في إطار المنتخبات الإفريقية فهي ما بقيتش بدك الضعف اللي كناتنا عرفوه كانت واحد الفرق كان متفاوت ما بين مجموعة دي الفراق والمنتخبات الأخرى ولكن على العموم فتنقول بأنه المنتخب المغربي طحف مجموعة متوازنة يقدر أنه يدوز هو اللول في هذه المجموعة يلح طرم الخصم وعرف كيفاش يدير قراءة لجميع هذه المنتخبات بطبيعة الحال كنا نقطة أخرى تقدر تكون في صالح المنتخب المغربي وهي أنه مجموعة دي المنتخبات من هدو اللي تنعرفهم سواء إيريتريا أو اللي غيرها فـ 91% عادي يكون لالي والروتور عندنا في المغرب وهذا في حدداته عادي يلعب واحدة دور كبير للمنتخب المغربي باش أنه يقدر يحقق نتائج إيجابية في بعض المباريات اللي بالنسبة لي خاصة تكون سهلة وخاصة يكون ضامن النقاط ديلها على عكس كذلك مجموعة دي المنتخبات اللي لحظنا في جروبة أخرين واللي خلقت مجموعات صعبة كالمجموعة ديلة ميصر وغيرها من المجموعات اللي كانوا صعب بالمقارنة مع المجموعة ديلة المغرب بنسبة القرعة هي قرعة متوازنة وجيدة بنسبة للمنتخب المغربي وهو اللي خاصة للمنتخب المغربي هو أنه يحيي ذلك الغرور وينساك كأس العالم حيث اللعب في إفريقيا هو اللعب نتائج كأس العالم ونخرجهم من ذلك البعراجة لأن المنتخب الوطني تأهل نصف نائية كأس العالم وليعبوا الكرة بتفاصيل جاله يعني كل مباراة سنلعبوها بتفاصيل جاله إن شاء الله رأينا بزاف نتائج الفرق ولا بزاف المنتخبات يكونوا في المتناول ولكن نحاول نحيد ذلك عنصر المفاجأة ونتغلبوا على رأسنا عد نتغلبوا على الفرق الإفراقية